قال الرئيس الأوكراني فولودي ميرزليانسكي أن جنوده دمروا أكثر من ألف دبابة روسية موطفا أن هذه الحرب أضعفت روسيا وفي شأن منتصل أكد الخبراء في الصناعات الدفاعية أن روسيا لم تكن بإصلاح عيوب الدبابات منذ حرب الخليج مع العراق عام 1991 مؤكدين أن مشكلة صندوق الذخيرة لا تزال تعاني من هالدبابات الروسية وأن تلك المشكلة باتت معروفة للجيوش الغربية والجيش الأوكراني ما يجعل تلك الدبابات ومن فيها من جنود أهداف سهلة فما هو السبب وراء ارتفاع أعداد الدبابات الروسية المدمرة في أوكرانيا وما هو الخلل الذي تعاني منه الدبابات الروسية وكيف وظفه الأوكرانيون لهزيمة الروس على أراضيهم بعد مرور ثلاثة أشهر على الغزو الروسي لأوكرانيا أظهرت مقطع فيديو عدة لسيما تلك التي وثقت المعارك في المناطق التي انصحب منها الجيش الروسي تدمير مئات الدبابات الروسية إشارة اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنها تدلل على عدم سير الحرب الروسية على أوكرانيا وفق ما كان يخطط له وقد تجل هذا الأمر من خلال أوامر بوتين المباشرة بالانسحاب من محيط العاصمة كييف والتركيز فقط على إقليم دنباس القريب من الحدود الروسية في أحدث حصيلة بهذا الصدد أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي أن جيش بلاده استطاع تدمير أكثر من ألف دبابة مؤكدا أن الحرب أضعفت روسيا بالفعل لدرجة أنها اضطرت إلى التخطيط لعدد أقل من المعدات العسكرية للاستعراض في موسكو حسب قولها يقول خبراء إن صور ساحات المعركة تظهر أن الدبابات الروسية تعاني خللا تعرفه جيوش الغرب منذ عقود ويعرف باسم تأثير جاك إن ذا بوكس أو تأثير الصندوق حيث تتعلق المشكلة بكيفية تخزين وقلة الذخيرة وضعف التصفيح ما يجعلها معرضة للخطر بشكل كبير إذ يمكن لضربة غير مباشرة أن تصفر عن تفجير مخزن الذخيرة بالكامل ويرى خبراء في مركز الأمن الأمريكي أن الدبابات الروسية تعاني عيوبا في التصميم وأن أي ضربة تصيبها قد تشعل الذخيرة بشكل سريع جدا الأمر الذي يتسبب بانفجار هائل ما يجعل من طاقم الدبابة المؤلف عادة من جنديين للتحكم بإطلاق القذائف وثالث يتولى القيادة عبارة عن أهداف سهلة متخصصون في الصناعات الدفاعية أكدوا أن روسيا لم تصلح عيوب التصميم رغم اكتشافه له خلال حرب الخليج ضد العراق عام 1991 عندما عانى الجيش العراقي الذي استخدم الدبابات الروسية المعروفة باسم T-72 والتي شهدت انفجار الجهة العلوية من الدبابة عن هيكلها السفلية مؤكدين أن روسيا لم تتعلم الدرس وهذا بات جليا من خلال حطام الدبابات التي من المفترض أنها النسخة المتطورة من تلك الدبابات والتي يطلق عليها T-90 في أوكرانيا الأمر الذي قال خبراءه إنه سبب حرجا كبيرا للجيش الروسي في الآوينة الأخيرة للتعليق على هذا الموضوع ينضم لنا من واشنطن دوغلس أولوفينتا الخبير العسكري والاستراتيجي ومع من موسكو بابل فلغنهاور الخبير في الشغل السياسية والعسكرية الروسية مرحبا بكم شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أستاذ دوغلس هل تقصدت روسيا استخدام الدبابات بعيوبها في هذه الحرب على أوكرانيا وزير الدفاع دونالد رامسفل قال تذهب إلى الحرب بالجيش الذي تملكه وهذا العيب في التصميم هو جزء من الدبابات الروسية والصور التي أظهرتمها أظهرت العيوب الفنية بصورة واضحة الأمر لا يتعلق بأنه من الأسهل أن تقتلها ولكن إذا قتلتها فإذا ضربها صاروخ على سبيل المثال إذا كنا نتحدث عن دبابة أمريكية أو ألمانية فهذا سيعطلها والفارق في الدبابة الروسية هي أن هذه الدبابة سوف تنفجر تماما وتقتل جميع ولكن الدبابات الغربية هناك فرصة لكي ينجو جندي أو جنديا ويستمر في القتال هذا هو العيب لا يجعل الأمر الأسهل من القاتل ولكن من الأسهل أن تقوم بتدمير كامل الدبابة كما رأينا وأن تفصل الجزء العلوي عن الدبابة وتقتل جميع من بداخلها من الواضح جدا أنك تذهب للحرب بالجيش الذي تملكه ولكن هذه ليست الحرب الأولى يا أستاذ دوغلس روسيا تعرف ما هو العيب منذ أكثر من ثلاثين عام حتى الآن والثلاثين عام كانت فترة كافية لتطوير أو تحسين أو إزالة هذا الخلل عملت على تطوير صواريخ فرط صوتية وأغفلت ذلك هذا يدعو للتساؤل أستاذ دوغلس نعم روسيا اختارت عدم إصلاح هذا العيب في أن نسخ التالية من هذه الدبابة وهذه هي حقيقة واضحة لعل تكلفت إعادة تصميم هذه الدبابة كان عاليا جدا ولكن هذا هو الوضع القائم لقد عرفنا هذا الأمر لمدة ثلاثين عاما وهذا ليس جديد ما رأيك أستاذ بافل كيف يمكن لروسيا التي تقول بأن لديها صناعات عسكرية متقدمة ولديها جيش قوي أن تقدم الدبابة على طبق من فضاء للصواريخ وحتى الصواريخ البسيطة ليست الصواريخ المتقدمة في حرب مهمة جدا بالنسبة لروسيا وحتى وصف كثير من الروس ومنهم الرئيس الروسي أنها حرب تهدد بقاء الدولة القرارات تم اتخاذها في الستينيات من القرن الماضي عندما كان الاتحاد السوفيتي يقوم بتصميم الدبابات والمركبات بعد الخمسينيات وقرر أن يجعل من الدبابات الروسية أصغر وأن تحمل بنادق أكبر وأكثر وسرعة وتحمل ثلاثة رجال على متنها عوضاً عن الأربعة التي تحملهم الدبابات الغربية ولكنهم قرروا أن هذا سيكون باعتماد الأنظمة الأوتوماتيكية ولكن يبدو الأمر جيداً بدأ جيداً في ذلك الحين والجنرات الروسيين اختاروا ذلك ولكن هذا خلق وضعاً جعل من نظام تحميل الذخائر الأوتوماتيكي وأيضاً وضع الجنود أيضاً في نفس المركبة جعل الأمر خطيراً وللجنرات الروسيين حين ذاك لم يكن هذا الأمر يشكل مشكلة لأنه من العادي أن يقتل الناس في الحرب ولكن الهدف كان أن يمتلك الاتحاد السوفيتي عدداً أكبر من الدبابات واليوم الأوكرانيين والروسيين وفي شرق الأوسط وفي باكستان وأماكن كثيرة الذين يقاتلون بدبابة سوفيتية الصنع تم تحديثها ولكن معظمها ذهب إلى أوكرانيا في فبراير المجيء بتصميم جديد لم يكن أمراً عملياً وعلينا أن ننظر إلى ما يحدث في أوكرانيا نحو ثلث دبابات تم تدميرها وتلث دبابات قد تعطلت وتم هجرها وتلث الآخر هجره الجنود دون حتى أن تتعطل وبالتالي يتعلق الأمر أيضاً بتدريب الطاقم والآن التواقم تعرف أن المركبة معرضة للعطل وبالتالي هم يهجرونها لأنهم يعرفون أنه سوف يستهدمهم يتم استهدافهم إذا ما كانوا على متن هذه الدبابات ما هو الخيار العسكري البديل الآن أستاذ بيلكنهاور أمام الروس بعد وضوح الصورة لأن مشهد الدبابات المترامي على الأطراف المهجورة والمهطلة رفع كثيراً من معنويات الأوكرانيين هذا ليس وضع جيد كانت هناك محاولة من مصانع تصنيع الدبابات الرئيسية في تصميم دبابة جديدة حيث يكون الطاقم في مقصورة مفصلة عن الذخائر في وضع شبيه للدبابات الغربية وبالتالي فإن الذخائر تكون مفصلة عن التواقم حاولوا القيام بذلك وحاولوا بتصميم دبابة أرمادة وفي ذلك الحين بدأ أن هذا هو حل جيد ولكن القاضى الروسيين لم يستخدموها فعلياً على الأرض وهذا هو الوضع الذي نواجهه الآن روسيا لا يزال لديها الكثير من الدبابات من طراز كي 72 وهذه الدبابات لا تزال تحارب في أوكرانيا بعضها تم تحديثه ولكن عملية التحديث هذه لم تعمل على نحو جيد عملت بصورة أفضل في سوريا ولكن في أوكرانيا حيث الأرمادة الروسية تم استخدامها وتم تحديثها وهناك النسخة الثالثة وهي مصممة ولكن هناك أيضاً أسلحة مضادة للدبابات قامت بتدمير الجزء العلوي من هذه الدبابات وبالتالي الآن نرى أن هناك بداية لعملية تصميم وأعادة بناء الأرمادة كما لأن القادة الروس يريدون تحديث الجيش الروسي وطبعاً هذا ليس قراراً عملياً لأن الحرب قائمة ونفس هذه الدبابات تحارب والأوكرانيين يمتلكون نفسنا أنواع الدبابات هذه رأينا أستاذ أوليفنت أن الأوكرانيين بعد هذه المشاهد ازدادت رخبتهم في العودة وشاهدنا لربما ازدحاماً على عدة طرقات حولها كييف والأوكرانيين يلتقطون الصور مع الدبابات الروسية المدمرة وهذا أعطى دفعة معنوية لهم بالتوجه أكثر والتغول وعودة مرات جديدة إلى منازلهم أصلاً الآن هذا عامل قوي ومهم على الأرض لصالح الأوكرانيين الآن كيف سيغير هذا من طريقة تفكير الروس عسكرياً على الأرض لا أعتقد أنه سيغير طريقة تعامل الروس مع الحرب هذه الدبابات الروسية وهي نفس الدبابات التي يمتلكها الأوكرانيين ونفس الأسلحة وأوكرانيا كانت تابعة للاتحاد السوفيتي ولديها معدات روسية ولكن هناك أمراً مهماً هنا كما قال ضيفك من موسكو هذه كانت مصممة في السبعينيات والثمانيات من العقد من القرن الماضي ولم يكن هناك أي اهتمام بعدد الضحايا ولكنها لا تعمل بصورة جيدة في القرن الواحد وعشرين وفي الحرب في أوكرانيا أحسوا وسائل التواصل الاجتماعي أمراً ضرورياً في رفع المعنوية مرة أخرى لكي أكرر ما قاله زميلك هذا هو النظام أوتوماتيكي يسمح للدبابة الروسية بعدم تحميل ذخائر يدوياً وبالتالي في الدبابات الغربية هناك شخص يجلس في الدبابة ويأخذ الذخيرة من المقصورة ويحملها في مدفع الدبابة مثل ما كان عليه الوظف في الأربعانيات خلال الحرب العالمية هل هذا يعني بضرورة أنها أفضل من الدبابات الغربية أستاذ أوليفينت في حال قبل أن يتم تعطيلها أو استهدافها هل أداء هذه الدبابة هو أفضل من الدبابات الغربية ذات النظام الأوتوماتيكي يعني من كلامك أفهم بأن في الدبابات الغربية هناك ثلاثة أشخاص أما في الدبابة الروسية هناك شخصين لتشغيلها أعتقد أن الأرقم هي أربعة وثلاثة ولكن حتى لا يوجد شخص داخل مقصورة التي تقوم بإطلاق أو تحميل الدخائر هل أداء هذه الدبابة وهي سليمة أفضل من الغربية تي 72 هي قديمة والدبابات الأمريكية هي جيل متقدم عليها لعلها كانت أفضل من الدبابات الأمريكية في ذلك الحين ولكنها ليست أحسن من الدبابات الحالية كيف ساهمت الولايات المتحدة والغرب في مساعدة الأوكرانيين على توظيف هذا الخلل لصالح الأوكرانيين على الأرض لا أعتقد أن هذا يساعد الأوكرانيين هذا مجرد ضعف قائم إذا قتلت دبابات تي 72 فإن الذخيرة سوف تتفجر وهذه هي طريقة عمل هذه الدبابة لا أعتقد أن هناك أي استغلال أو استفادة أو أي مادة سحرية تساعد الأوكرانيين على تحقيق مثل هذا التدمير للدبابات هذه مجرد عيب في تصميم يسمح للذخائر للمدفعيات والصواريخ في أن تضرب هذه الدبابة شكرا جزيلا لك من واشنطن دوغلي سوليفند الخبير العسكري والسطراتيجيون موسكوبا في الفلغنهاور الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية الروسية شكرا جزيلا لك